السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حديثنا اليوم عن كيفية أذاء مناسك الحج لقول الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أيام معدودات على رؤوس الأصابع وسوف تبدأ الرحلات إلى البقاع المقدسة إلى المدينة المنورة أولاً ثم بعدها إلى مكة المكرمة وحري بنا أننا نعطي بعض الأحكام الفقهية والتوجيهات الربانية حول مناسك الحج لما أخبر ربنا عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام وقد كان في الخلاء قال له يا إبراهيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالاً وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق سيدنا إبراهيم قال يا رب أن لي أن أؤذن وأن يبلغ صوتي لأن المنطقة كلها فلات وخلاء قال ربنا عز وجل يا إبراهيم أذن وعلي البلاغ فأدن إبراهيم الخليل وكل من سمع الصوت ولبى كتبت له حجة ومن لبى مرتين كتبت له حجتان ومن لبى أكثر من ذلك كتب له على عدد تلبيته حتى الأجنة في بطون أمهتها من كان يظن بأن أرض العرب التي كانت عبارة عن سحراء مترامة أطراف سحراء فيها سلسلة جبلية ما فيها لا ماء ولا قابلية للإنبات ولا قدرة على خلق الحياة من كان يظن أنها الآن صارت أكثر كتفة سكانية في العالم خصوصاً مكة المكرمة والمدينة المنورة من تم لما جاء الإسلام وجاءت باتة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السنة النبوية سوف تبيّن أحكام الحج وهنا لابد من توقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نوقّرها لماذا؟ لأن هناك من يطعن في السنة ويظن أنها لم تدوّن في العهد الأول ويظن بأنها زائدة أو ربما أن تدخلت فيها إرادة سياسية ورغبت إيديولوجيا وغيّروا وبدّلوا حاشا وكلا السنة النبوية محفوظة بما حفظ به القرآن العظيم لأنها هي الشارحة والمبينة والمكملة للقرآن وهذا من المنطق العقلي مدام ربنا عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يستلزم المنطق العقلي حفظ القرآن حفظ السنة لهذا ربنا قيد للسنة النبوية في كل عصر خصوصا في العصور الأولى القرن الأول والثاني والثالث إلى القرن الخامس قيد لها الآلاف من العلماء الأجلاء الذين حافظوا السنة وإن شاء الله لما نقوم بالتفريع والتوسيع في شرح مناسك الحج سنرى بأن معظم الأحكام هي مأخودة من السنة النبوية الشريفة وسيدنا النبي ماذا قال قال خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم فسيدنا النبي قال بأن الحج هو الرقن الخامس من أركان الإسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيثاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا الناس الذين تم اختيارهم هذه السنة للذهاب إلى البقاء المقدسة ربما هناك من تم اختياره عن طريق القرعة وهناك من حصل على فيزا مجاملة وهناك منهم يسمون المنعم عليهم أصناف ثلاثة اللي يمشيوا عبر القرعة كيكونوا على التراب الوطني واللي عنده فيزا مجاملة هدوا بعض الشخصيات بعض الأعيان عندهم علاقات مع السفارة مع المسؤولين كيحصل لفيزا مجاملة بدون أن يكون هناك قرعة وهناك المنعم عليهم هم الذين يبعثهم أمير المؤمنين حفظه الله ورعاه كل سنة يبعث مجموعة من الناس منعم عليهم إما في السلك العسكري إما بعض الناس المستضعفين إما بعض الناس المكفوفين أو الناس دول الاحتياجة الخاصة أو غيرهم ممن يشملهم العطف المولوي السامي وهناك من يأته الرزق من عند الله بلا حسيب ولا رقيب ولا عتاب هذا أمر الله سبحانه وتعالى الأعداد لغيم شهد السنة في المغرب ما يزيد عن 37 ألف حاجا ومعهم المرافقين في التنظيم الرسمي غادي يكون ما يزيد عن 701 والتنظيم الخاص طبعا عندهم واحد ما يزيد عن 300 أو 400 يعني في المجموع غادي يكون واحد 38 39 حتى الربعين ألف دي الحجاج غادي يمشو من المغرب ودي القطاء المعمول بها في جميع بقاء العالم يعني ألف في المليون يعني الدولة في 40 مليون غادي يمشو فيها 40 ألف دولة فيها بحل مصر كتر من مئة مليون غادي يمشو فيها كتر من مئة ألف دولة أخرى فيها 160 مليون بحل الباكستان مثلا غادي يمشو 160 ألف وهكذا حسب نسبة للتعداد السكاني الناس اللي غادي يمشيوا الحمد لله تعالى راه اللي ندع لهم هو الحق عز وجل راهنا هذا المنادر الحج ما فيش محسوبية وما فيش ربما إنسان عنده القدرة وعنده السلطة إلاجه النداء من السماء عاد ربك يعطيه النداء لأن الاختيار يتم في السماء في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا ليلة القدر الله سبحانه وتعالى يختار الحجاج والمعتمرين يسمون وفض الله يختارهم الله عز وجل أولا عنده ثم يوضع لهم القبول في الأرض واللي تم اختياره فهني ألا واللي لم يتم اختياره ربي عز وجل رحيم بالعباد قلنا كان وحد الأجر وتواب من أراد أن يحصل على أجر الحج والعمر عليه فقط أن يصلي الصبح في جماعة ثم يجلس يذكر المولى تعالى إلى شروق الشمس ثم يصلي ركعتين الضحى الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون والركعة الثانية بالفاتحة والإخلاص قلوا والله أحد وكان له أجر حجة وعمرة تامة 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 عنده أجر حجة يعني لا تسقط عنه حجة الإسلام ولكن عنده أجر حجة وعمرة تامة تامة الآن بعجالة شديدة نشرح للناس كيف يتأدى مناسك الحج خصوصاً اللي هما أوشكوا أن يسافروا والكثير منهم ربما ما عارفش بعض الأحكام رغم أن في المملكة الشريفة كان هناك توعية من طرف المجالس العلمية بالتنصيق مع المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية كانت على ربوع المملكة كلك يحضر كلك يغيب وخصوصاً التنظيم دي الوكالات الأصفار الخاصة هذا ما زال كله مخضعش للتدريب وكله عنده مشغول فهذه فرصة نعطيه وحدة تفسير بسيط جداً وواضح ويكون إن شاء الله في متناول الجميع إن شاء الله تعلمني غد كل الرحلة الناس غد يوجدوا الحقائب ديالهم وغد يدلوا حفل توديع للعائلة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وكل واحد غد يمشي لابد أن يجدد التوبة مع الله عز وجل وأن يكتر من الحمد والشكر أن الله وفقه ويسر له لأن مش أي واحد يوفق الله تعالى ره العالم الإسلامي في مليار وربعمائة مليون وزيادة وربك اختار في الحج يا الله مليونين إلى ثلاث ملايين فقط على أقصى تقدير وتصور بأنك أنت أي والحج وأنت أي والحجة تم اختياركم من بين مليار وربعمائة مليون اختاركم الله عز وجل ضمن وفد هذه السنة لقد يكونوا في تقربة فقط مليونين إلى أقصى التقدير ثلاث ملايين يعني مع الخدام ومع المسؤولين ومع الحارس كي كنا دول لعدد الإجمالي طاقة الاستيعابية محدودة فإحنا عن كتر من الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى أن وفقنا لأداء هذه المناسك ثم نكثر من الاستغفار نستغفر المولى عز وجل إلى كل ندرنا الدنوب والخطايا نطلب الله نبدو صفحة جديدة نعيد الحقوق إلى أصحابها ندقوا عليه الباب نسامحوا معاه نردوا للحق دياله ونحرصوا أننا نوجد واحد نفقة لعائلة من خلوج العائلة ديالنا محتاجين يمدوا يديهم نفقة للأسرة والأولاد والزوجات ومن يهمهم الأمر من تمكفل بهم ثم من اللي نمغين مشيو إن شاء الله تعالى الرحلة ستتمغادية في اللول ستتمغادية من المغرب إلى المدينة المنورة أول رحلة ستكون في الثاني من يونيو آخر رحلة ستكون في 22 يونيو يعني الرحلة ستستمر هكذا الرحلة الأولى ستتمغادية مباشرة إلى المدينة المنورة هنا الحجاج لا يحتاج لإحرامهم في هذه اللحظة لأن المدينة هي مجرد زيارة إلى قبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهناك نحتاج أن نمشف طائرة هذه إن شاء الله بعض الناس را عندهم الفوبيا من طائرة كنقول لهم هذيك الفوبيا را هي مجرد إحساس نفسي اللي هو غير مرضي غير سليم ما تتقوش فيه هذا غير حلة دي الفزاع كتصب بعض الناس إما من الطائرة إما من المسعد من الأسانسور إما من الأماكن المغلقة إما من سيارة أو تيجي فيه عنده سرعة فائقة هذه الفوبيا إرحلة نفسية وحيد الله وصلي على مولانا رسول الله وذيك الفوبيا غير تحييد نهائيا لأن هذه الحال مرة كالقاء الناس من فزوعين ما باشي طلع الطيارة وكيقولوا مبلاش غير رجع في حالتي ما تسمعوش لإبليس راحنا غادين لديها المقدسة وغادي معنا وحد إبليس راح كل واحد منا عنده إبليسه كل واحد عدنا معه شيطانه مرة مرة كيخوفاك إما كينفراك إما كيقلقاك إما كيخلك تفزع مع الناس ما تسمعش لي غير يجيك إبليس قل أعود بالله من شتن الرجيم ولبنتي قات تحسم مع إبليس بقى توحد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما يقربش منك إبليس كتكون واحد دائرة نوراني حولك كلما قلت لا إله إلا الله خرجت أنوار ربانية وأحاطتك من كل جانب نورهم يسعى بين إيديهم وبأيمانهم ما يقربش لك إبليس لا بالوسوسة لا من قريب ولا من بعيد غام شوف طائرة بإذن الله تعالى غد في أمان الله وحفظ الله ورعاية الله وغام وصلوا بفضل الله تعالى إلى مطار المدينة المنورة وهو جميل جدا والحمد لله هد سنة كينا طريق مكة واحد المشروع دارة العربية السعودية اخترت خمس دول اللي هي نموذجية من بينها المغرب من خمس دول من العالم الإسلامي والغرض لها طريق مكة هو تيسير وتبسيط الإجراءات في المطار في الجماري كل شيء غيتم هنا يعني في الأرض المغرب في المطار غيتم كل شيء لها تصل المدينة المنورة مثل إجراءات قانونية ولا إدارية لكن هو الاستقبال بالورود والأزهار واللبن الطازج والتمر الحلو وابتسامة عريضة من طرف المستقبلين في مطار المدينة المنورة ما كيش إجراءات إدارية نهائيا لا في الأمن لا في الجمارك ولا في الجوازات ولا أي شيء فهذه نعمة كبيرة حظية بها مغربنا الحمد لله وفضل الله تعالى هنوصلوا للمدينة المنورة هنمشوا للفندق ديالنا هنوضعوا الأمتعة ومن البعد جميل أن ناخد واحد دوش هتقال حمام ديالك في الغرفة ديالك خد واحد دوش نقي وغات تلبس أجوال الثياب وغات تعطر وغات تمشي تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى القبر النبوي الشريف والرودة الشريفة كان من قبل كانت مفتوحة في أي وقت وحين وكيوقع اكتضاد ديالناس هتلقى أمة لا إله إلا الله في الباب ممكن تقدر تدخل ممكن ما تقدرش الآن بعد أزمة الكورونا كانت فرصة مهمة إعادة الترتيبات فأصبح الزيارة منظمة كل مجموعة عندها يوم محدد للدخول إلى الرودة الشريفة حتى يقول لك رئيس المجموعة ديالكم إمتى قد جئش من ساعة إما بالليل إما بالنهار وديك ساعة دي تدخل وانت مرتاح كل مجموعة عندها ساعة ديال المجانة يعني كافية تدخل تسليت أمة ما شاء الله تعالى في الرودة الشريفة اللي هي بقعة من بقعة الجنة وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم على رفقائه أبو بكر وعمر ما اللي هندخلو هنقول السلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين اللهم يا رب ارزقنا شفاعته يوم الدين ثم نصلي على النبي ما شاء الله تعالى نصلي عليه وإذا صلينا عليه بلغته صلاتنا وسلامنا بأسمائنا وأسماء أمهتنا وأبائنا ويرد عليك النبي السلام وقد جاء في الحديث من زارني من زارني في قبري فكأنما زارني حية فكأنما زارني حية كأنك صرت صحابيا تراه ويرك وبعد ذلك نتلقى إلى جانب قبر النبي المصطفى قبر أبي بكر رضي الله عنه واتقل السلام عليك يا صاحب رسول الله السلام عليك يا خليفة رسول الله يا من نصر به الدين وأعز به المسلمين اللهم جزي عنا خير الجزاء ثم ندعو له بما شاء شاء الله تعالى ثم خطوة إلى الأمام غدر القول القبر للسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه نسلم عليه السلام عليك يا عمر من الخطاب السلام عليك يا صاحب رسول الله السلام عليك يا خليفة خليفة رسول الله يا من أعز الله به الإسلام وفتح به الأمصار وأعز به الفقراء والمساكين والأيتام اللهم جزي عنا الإسلام خير الجزاء ثم نمضي إلى أن نصل إلى الروضة الشريفة 41 متر هي زربية خضراء هذه الروضة هي من رياض الجنة تمكن سيدنا النبي كي صليت هذا كل من بردي هذا كل من حراب دي غندخل أينما وطعت بقدمي رأى كله جائزة ونصلي ركعتين ونعود زيط ركعتين ونعود زيط ركعتين حتى يقول للحرس انصرف بأمر الله وذيك ساكي يجي الوفد الثاني ونبقى ندكر الله تلون دعي الله تعالى للأحباب والأقارب كين بعض الناس اللي وصوهم لعائلة يقول لبلغ سلامي إلى رسول الله إلا تفكرته قل يا رسول الله أبلغك سلام فلان ابن فلان وفلانة منت فلان إلا ما تفكرتمش كانوا أصدقاء وأحبك تر نستحضروا في الدهن ديالي قل يا رسول الله أبلغك سلام هؤلاء الناس أجمعين اللهم رزقنا شفاعتك يوم الدين ثم بعد ذلك ستكون الزيارة للمسجد النبوي الشريف والقبر النبوي والرد الشريف من باب السلام قد تمت وصعب جدا تعودها مرة تانية لأنه ما يسمحوش للناس لأنك الاكتضاد كل مجموعة عندها مرة واحدة خلال الرحلة لكن ممكن أن تسلم على النبي كل ساعة كل يوم كل ليلة وذلك بأن تدور من الجهة الخلفية من المسجد أتلقى القبة الخضراء هناك قريبا منه على بعد أمتار تسلم عليه كيبكي يقول يا رسول الله يا حبيب الله يا ربي صلي وسلم على هذا النبي قد قام محب عاشق قد قام في ذلك المقام بعض المصريين هناك وبعض الإندونيسيين والماليزيين قد قام في مجالس ما كيبكي نود الحاراس كي يقول له نود ما كيبكي نود كيبكي سبحان الله المحبة والشوق ولكن نديرونا النظام باش نخليوا فرصة للآخرين حتى يقوموا بالواجب الديني بعد ذلك غنزوروا المقبرة ديال البقيعة أو المقبرة اللي هي محادات المسجد النبوي الشريف هاد المقبرة ديال البقيعة دفن فيها ما يزيد عن عشرة آلاف صحابي الصحابة كلهم المعروفين من الأنصر والمهاجرين تمام مدفونين ومدفونين التابعين ديالهم وتابعي التابعين ومنهم الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه ومنهم نساء النبي كلهن إلا أمنا خديجة رضي الله عنها غنمشي للمقبرة البقيعة وغنسلم عليهم سلام عليكم أهل قوم مؤمنين أنتم الصابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تفتمنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم بعد ذلك غنمدعي لهم بالرحمة والمغفرة واندعي لساء المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تمدعاء مستجاب لنا ذلك المدينة ديالأموات فيها هما أحياء بل أحياء عند ربهم يرزقون فارحين بما آتاهم الله من فضله ثم بعد ذلك نرجع للفندوق ورجع للأطعام ووقت الطعام ووقت العشاء ديالأموات لا نتعرف على نفسي لكي نحافظ على الطاقة حافظ على القوة للناس كي يكون عندهم شغف وكي تحرك بسرعة وبمتواصل وكي يقدر يمرض الجهي سخانة يمرض يستقطرح الفرش ديالأموات نحافظ على اللياقة البدنية تبعني مزال مهام كثيرة جدا ولنفسك عليك حقا كندخل الفندوق كنعود ناخد قصد الراحة والنوم ديما كنختسل كننظف جسمي باش ليسلمت عليه كيشم مني رائحة طيبة ديما كندير طيب ديما الابتسامة طيبة ديما الحمد لله خير في خير ثم غنقوم بالزيارة إلى أماكن أخرى غتكون مع المجموعة غنمشيو إن شاء الله تعالى إلى مجهد قباء أول مسجد بني في الإسلام مجهد عظيم رفيع المقام غن نصده فيه تماء هدا مجهد قباء كل ركعتين تعديل عمرة كل ركعتين تعديل عمرة ممكن سللك ركعتين عمرة نعود نوي واحد ركعتين لوالدي رحمه الله لوالدتي رحمها الله لفلان رحمه الله لفلان على قيد الحياة اللي كان طلب مني شيعم عمرة وما قد لا نأبذيها كما هي غنممز نصلي ركعتين في مجهد قباء تعديل عمرة تامة تامة ثم غنظر واحد زيارة اخرى ايضا الى مجد القبلتين وهو الجامع اللي كانت القبلة فيه في الول في اتجاه بيت المقدس لان الصلاة حينما فرضت في الاسراء والمعراج كانت القبلة اتجاهها فلسطين الى بيت المقدس وفي القدس لماذا لان مكة المكرمة في انا داك كانت محطة بالاصنام فيها ما يزيد عن ثلاثمائة وستين صنام فكان من غير المعقول اننا نتوجه الى الله بالصلاة والاصنام هي قابعة داخل الكعبة وخارجها وفي محيطها ولكن فيما بعد ربنا عز وجل سوف يغير القبلة لان سيدنا النبي كان يطلب من الله ان تكون القبلة في الكعبة المشرفة ملة ابراهيم فنزل قوله تعالى بينما كان المسلمون يسلون الظهر صلوا ركعتين فنزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الى ان قال فاينما توليتوا فتموا شطر الوجه للحرام اينما كنتم فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام ففعلا الصحابة صلوا ركعتين تجاه بيت المقدس ثم استداروا نحو الكعبة المشرفة فكانت صلاة واحدة الظهر فيها ركعتين الى البيت المقدس وركعتين الى الكعبة المشرفة وسمي المسجد بدل قبلتين وطبعا لخبر الصحابة واحد صحابي سمع ذلك من النبي الصلاة والسلام قد نزل عليهم فقالوا ايها الناس لقد انزل على النبي الكريم كدا وكدا وكدا وتل الآية القرآنية فلما سمعوها استدار الامام واستداروا معه وهذا خبر احد والصحابة عملوا به ولهذا الذين ينكرون السنة يقول لك خبر الاحد لا نأخذ به هاما الصحابة اخذوا بخبر الاحد وهو صادق امين ثم بعد ذلك غندروا واحد الزيارة الى جبل احد والى مقبرة احد جبل احد عظيم كان سيدنا النبي يزوره كل خميس ويقول هذا جبل يحبون ونحبه حتى انه مرة صعد فوقه فتزلزل الجبل وكان معه ابو بكر وعمر وعثمان الصحابة الكرام رضي الله عنهم فتزعزع الجبل فوطأ النبي الكريم بقدمه وقال اثبت احد اثبت احد فما فوقك الا نبي وشهيد وشهيدان وعطا بشارة بان فعلا سيكون هناك الشهيدان لهما سيدنا عمر وسيدنا قال لي ليس فوقك الا نبي وصديق وشهيدان فالنبي هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصديق هو ابو بكر الصديق والشهيدان هم عمر وعثمان رضي الله عنهما مات شهيدين دفاعا عن الحق ودفاعا عن المشروعية ثم بعد ذلك ايها الاحب الكرام غنزروا مقبرة شهداء احد هي بموازات الجبل للأحد غضي فيها تقريب اثنين وسبعين صحابي في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب وهؤلاء كلهم احياء عند ربهم يرزقون غنوقفوا امام المقبرة وغنقلوا سلام عليكم اهل قوم مؤمنين انتم الصابقون ونحن ان شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تفتن بعدهم ولا تحرمنا اجرهم واغفر لنا ولهم ونتأمل هذه المنطقة اللي احنا وقف فيها راوطأت فيها قدم الرسول صلى الله عليه وسلم واقدم الصحابة من الانصار والمهاجرين وتمكت المعركة الشهيرة معركة احد التي خلد الله ذكرها في كتابه العزيز وكانت فيها دروس وعبر مهمة صحابا هزموا لانهم خالفوا امر الله وامر الرسول وكان درس درسا يبقى راسخا في القلوب والادهان ثم بعد ذلك غنبقوا طيلة هذه المدة دلتمنة ايام اللي غنمشوا في التنظيم الرسمي مع الاوقاف غنبقوا تمنيا واللي غنمشوا مع التنظيم دي الوكرة الاسفار الخاصة غنبقوا ربعيا وفي الحديث من صلى اربعين صلاة في مسجد هذا كتبت له براءة من النفق فهنيئا للناس اللي غنمشوا مع التنظيم دي الاوقاف الشهر الاسلامية لعند موضة طويلة حتى الاوقاف عند ثلاثين يوم والوكلة عند عشرين يوم فاللي صلى اربعين صلى هناك كتبت له براءة من النفق واللي صلى اربعة ايام هناك يطلب الله تعالى انه يبرئه من النفق يطلب الله تعالى وربنا سميع مجيب ونبقوا طيلة المدة طيلة المدة قد نبقوا ان شاء الله تعالى في عملية الصلاوات الخمس دائما صلوا سمعوا السلام حسن صليهووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو سوف نصلي في القدس إن شاء الله سيأتي يوم قريب ويتفتح الأبواب ويدهب المسلمون لأداء صلاتهم ومناسكهم في القدس الشريف لما غتسالي هذه المناسك هنا الإنسان ممكن أنه يزور بعض المزارع في المدينة المنورة يروح الجوالات شوفت المدينة الطيبة لسمها السيدنام محمد طيبة لأن المدينة المنورة كانت تسمى يترب كانت أرض فيها غير صالحة للحياة كانت فيها مستنقعات مائية وكانت فيها بالهرسية وتفويد لكن دخل لك مرض كانت أرض غير صالحة للحياة لما دخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة دعا الله لها رفع يده إلى السمع وقال يا رب إن عبدك إبراهيم الخليل دعا لمكة وقال رب جعل هذا بلدا آمن وارزق أهله من التمرات من آمن بالله واليوم الآخر وأنا أدعوك يا ربي للمدينة المنورة اللهم بارك في سمائها وبارك في أرضها وبارك في نخيلها وبارك في ميزانها وبارك في مياهها وبارك في ثمارها وبارك في أهلها وبارك في زوارها وبقى يدعو سيدنا النبي بالبركة للمدينة المنورة وذيك الليلة سيدنا النبي كان نعس شف في المنام بأن هناك امرأة شمطة سوداء شعرها منتشف منتفش رايحة وكريهة تجري وتخرج من المدينة وهذه المرأة هي صورة التابعة تسمى التابعة تكون في واحد المكان محيقة للبركة مفرقة للأحباب مخربة للديار سيدنا النبي رأىها تخرج حتى وصلت إلى أبيار علي وهناك جاءت الحدود دي الأبيار علي المدينة المنورة هي حرم كلها حرم وحدودها إلى أبيار علي فإحنا ندر واحد الزيارة إلى بعض الأماكن في المدينة المنورة ندروا جوالات تمشوا للمزارع خصوصا للمزارع تمكن تمور كين نخيل كين واحد مشاهد جميلة جدا نستمتع بها بعد ذلك ممكن نتسوق نخضو بعض الهدايا للأحباب والمقربين الناس كيبغيوا الهدايا من الرجعو كيبغيوا الهدايا من الحرمين الشريفين نخضو تمشي بركة ولا ننسى أن نتصدق نخضو معناه وحد بركة للصدقة لأن الصدقة في المدينة بألف صدقة وفي المكة بمئة ألف صدقة درهم بمئة ألف درهم وفي المدينة درهم بألف درهم وفي القدس درهم بخمسمائة درهم وفي الأيام العادية الحسنة بعشرة أمتالها فنصدقوا شي بركة ما غدلقوا بعض المدارس دل أهل القرآن في مدن مختلفة كيبغيوا شجعوا أهل القرآن غدلقوا بعض مدارس دل الأيتام مؤسسة الأيتام غدلقوا نسلهم ما يمحتاجين نكرموهم بما قسم الله تعالى باش ناخد الأجر والتواب دل هادة الزيارة ثم من اللي يجي الموعد غنمشيوا إن شاء الله تعالى إلى أبيار علي من ثم سوف نحرم نادى المنادي وجاء الدعاء والنداء إلى مكة المكرمة في مكة المكرمة قبل ما نوصلوا لها غنغسطوا في الأطيل ديالنا غنقلبوا الأضافير غنحلقوا العنا غننضفوا بالماء والصابون والشامبوان والطيد ثم بعد ذلك غنلبسوا الإحرام وغنمشوا إلى أبيار علي وغنصليوا ركعتين لإحرام وغنقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لأن الحج كنته التمتع وفيه القران وفيه الإفراد احنا غنجلوا التمتع لهو الأسهل وغننشون ندخلوا إن شاء الله تعالى للمجهد يلا أبيار علي ونصليوا ركعتين وغنن نركبوه في الكار وغنقوا أمة لا إله إلا الله غنشحنات بالمئات غنالناس كلهم كيلبيو يرفعوا أصواتهم بالتلبية من هنا غابدوا التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إلى أن أصل أصل إلى المكة المكرمة والمسافة رأي خمسمائة كيلومتر رب حلم الضلبة الأقادير وطويلة وفيها مشقة ولكن علينا بالصبر وإحنا غادئين تفكروا الهجرة النبوية سيبنا النبي هاجر على الأقدم لمدة خمسة عشر يوما وكان يتبعه المشركون كانوا يريدنا أن يغتالوا وكان ما عنده لا طعام ولا شرب ورجلي كلهم صاروا دماء يعني خمسة عشر يوم في الحر والليل أما نحن غدنا في حافلة مكيفة وعدنا الحمد لله كنندر التلبية وغنوقف في المحطات للاستراحة وإعادة الوضوء وشرب الماء الباريد وكل الأطعمة احنا في نعمة شاملة احنا رغم الغلاء للأسعار ولكن نحن في نعمة شاملة ونسأل الله أن يأتي يوم وتقل في الأسعار بإذن الله الواحد الأحد ولا تبقى المضاربة هذا مما يفسد الحج والعياد بالله نطلب الله أن يقيد دائما من الرجال الأفداد الصالحين والمسؤولين أصحاب الضمائر الحية حتى يتركوا فرصة للفقراء والمساكين لأداء هذه الفارضة لما نصل إلى مكة المكرمة بعد عشر ساعات تقريبا غنوص لحنا منهكين غنوص لك مكة المكرمة ما شهي المدينة لأن الله تعالى تجلى على الحرامين الشريفين بصفات الجلال والجمال الله تعالى له صفات الكمال ففي المدينة تجلى بصفات الجمال صفات الجمال هي اللطيف الرحيم الكريم الودود أما صفات الجلال فهي الجبار القهار المقتضر المنتقم قوة أتلقى بأن الإقاع للحياة في مكة المكرمة قوي وسريع جبال شاهقة ومسالك وعرة وحر والناس أقوية والناس يجريوا بخلاف المدينة هدوء وسكينة وإقاع خافت والأصوات ما كتسمعاش والأرض واطية في مكة الجبال والمرتفعات والمنخفضات والحر لما ندخل إلى مكة المكرمة ندخل أولا للفندق نطمأنه على الأمتعى دينا ناخد الغرفة دينا نستراح اللي بغي يخدوش بالماء فقط لا يجوز لك أن تستعمل الصابون لأنك محرم ولا شامبوان أنك محرم ولا تلمس زوجتك مستشهوة محرم لا رفثة ولا فسوقة ولا جدل في الحج الرفثة هو مقدمة الجماع مع زوجتك لا تقربوها خلها مع العيالات سنت مع الرجال غل استراحوا أول حاجة غلوصيب الحجاج ما تنسوش الدوء معكم براتتي والدوء معكم أتي يكون من نوع الجيد علاش لأن الناس تمكي تقلقوا وكيوقع عليهم واحد ضغوطات وخصوصا اللي كيشربوا أتي إلا ما تشربوش واحد ثلاثة يام ربع أيام كيعد معنوش الخاطر قادوا معك يشعل كيشربوا براتتاي المزاج كيارجع عليه كيارجع لي الابتسامة فندووا معنا براتتاي وكل مرة ننجلسون نشربوا كويس مع العائلة وباش نستراحوا نبقى مبتسيم نبقى الهيئة ديالي مرتاحة النفسية منشريحة وذي الساعة مع المجموعة غنمشيون نأديو العمرة هندخلوا بإذن الله تعالى من باب السلام أو من باب الملك ابن عبد العزيز حسب التنظيم هناك تنظيمات لنظم الحالي لدخل العمرة مرة اللونة مدخش لها مرة تانية وخصوا لابو ديكو اللبس لإحرام فاحنا باقي اللبس الإحرام ديالنا هنختاروا الوقت المناسب لأداء العمرة أحسن وقت هو في المساء أو في الليل بعد العيشة مع مرة العيشة تانت عشاو وارتحوش 12 الليل لوحدة الليل علاش باش نبقوا نأديو العمرة مرتاحين ونبقوا نبقوا في الجامع ندركو الثلث لآخر من الليل وندركو الفجرة أحسن وقت هو لوحدة الليل زيانة هذا أحسن وقت ما كتكونش شمس حال بارد وما كيست صلاوات أخرى حتى صليتها مع الدول العصر كين الشمس واتسمع نداء الصلاة وغتقطع العمرة وتعاوى تأدي الصلاة وأما بالليل كتكون خاويان ناس ناسين والجو بارد والوقت موت تسع من اللعشات اللفجار ووقت موت تسع بزاف فأحسن وقت هو هذا نصلوا لعشاء مشون الفندوق نتعشيوا ندخلوا ننعسوا واحد شوية واحد ساعتين دين النوم نرتاحوا باش نجمع الطاقة ديالي مع الوحدة نكون في باب الفندوق ذات الليل نتلقوا إلى العمرة باش نبقوا إن شاء الله قبل اللفجار نكونوا سالينة ونضر كل فجر مع الجماعة ويكون لك ساعة فضل عظيم ندخلوا إلى الحرم الشريف ونبدأوا مما بدأ به الله تعالى نقولوا اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ودعاء المأتور لما رؤية الكعبة المشرفة أول مرة ثم نمشيوا إلى الحجر الأسود ونقولوا بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونبدأوا في الطواف حول الكعبة المشرفة من الحجر الأسود ونكملوا سبعات الأشواط لما ننتهم سبعات الأشواط نمشيوا بإذن الله إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وفي قراءة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نصلوا وركعتين عند مقام إبراهيم خفيفتين بالإخلاص والمعودتين والإخلاص والإخلاص وقلي الكافرون والفتحة والإخلاص ثم بعد ذلك غنمشون ماء زمزم ونشرب ونتضلع اللهم زدنا شفاء اللهم برا وعلم ثم غنمشوا إلى الصفا والمروى وغنصعدوا فوق جبل الصفا نبدأوا مما بدأها بالله وانقلوا بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناها عليه انطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وغنقا نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده ثم أنطلق من الصفا إلى المروى وغنقا نمشي دهابا وإيابا عند الميلين الأخضرين غندر الهرولة وغنقل الدعاء الماتور اللهم اغفر وارحم واعفو وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم حتى نوصل للمروى عندي ربعات الوقفات في الصفا وثلاثة وقفات في المروى مش بنغسل في الحساب ربعات الوقفات في الصفا وثلاثة في المروى من اللي غنسالي غنمشي انتهي المناسك الحج الحمد لله الذي هدنا لهذا وما كنا لنهتدي لوله أنهدنا الله غنمشي ندير الحلق أو التقصير والحلق خير من التقصير رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم المحلقين ثم قد صلى الله عليه وسلم ورحم الله المقصرين هذا غير تسمى انتهيت من العمراء غنحي دكس على الإحرام غنمشي للفندوق غندوش البس اللبس ديالي وغنبقى هكذا الآن متمتع متمتع ربما المدة أسبوع أو أسبوعين حسب الرحلة الطويلة وغنبقى هناك إلى يوم التامن من دي الحجة الأيام دي الحج هي معروفة خمسة أو ستيام هي اللي أساس الشلاخ الغزيارة الأيام دي الحج غتبدأ بيوم تامن دي الحجة لكتسمى يوم تروية ويوم تاسع دي الحجة اللي هو يوم عرفة ويوم العاشر من دي الحجة اللي هو يوم النحر ثم يوم الحادي عشر والتاني عشر والتالت عشر كتسمى أيام تشرق هذا هو الحج كله في يوم تامن دي الحجة يوم تروية غنعوده مرة تانية غدي للمس الإحرام ديالي وغن نظف نقلم الأضافر نحلق العانا نغتاسر بالماء والصابون وللمس الإحرام ديالي وغنصلي ركعتين الإحرام في محل إقامتي في الفندق في مكة المكرمة وغنقول لبيك اللهم عم حجة حجة من قبل قلت لربيك اللهم عمرة متمتعة بين الحجي هذه في المدينة الآن غنقول لبيك اللهم حجة ولك تغنب الشيء وحد عن فلان ابني فلان ثم غنمشي بإذن الله إلى الحافلات تقلنا إلى مينان حوالي عشرة كيلومترات غنوصلوا إلى مينان غلقوا الخيام ديالنا كنزدحام خذ الصبر مينان هناك الصبر 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 في مينان لأنك تستلتمية في المياه والإزدحام الشديد دورة المياه رغم كترتها لا تكتك في الحر الشديد الإزدحام الشديد نتفكر قول الله تعالى لا رفتاء لا فسوق لا جدل في الحج اصبر وكدم غيضك ودائما وحيد الله لا إله إلا الله باش تبقى دائما إبليس ما يغركش وما يقلقش وما يعصبكش اليوم اللولف الثامن دي الحجة كنت اسمى يوم تروياء كانوا الناس كي يجيبوا الماء من مكة باش يترويوه بيدا بل الماء موجود الحمد لله الماء الماء موجودة الخير موجود انت بخلص فلوسك يعني الخدمة يعني أربع أو خمس نجوم نصل الصلاة في وقتها تقصيرا تقصيرا نصل الصلاة تقصيرا وغنبقوا تماما نرفع الصوت بالتلبية نرفع الصوت بالتلبية نهار 8 وتسعود تليوم عشر عام نخدم التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ثم غن يوم التاسع اللي هو يوم عرفة سنندفع إلى عرفة مع جموع الناس في صعيد عرفة ونوقف ديك الوقفة وغنصنلوا الصلاة في وقتها بالتقصير دوما الرباعية تسيرو تنائية وغنسمعوا خطبة عرفة من مجل نامرة اللي يمشى للجامعة غادي قدر يمشي ما قدر شراء الناس تنظيم راكدروا واحد الراديو كتسمع الخطبة الرسمية إلا عندك المؤطر ديالك هو غير ديالك خطبة في داك المقام والخطبة المعروفة هي خطبة حجة الوداع شاء الله غنضيروها في الحلقات المقبلة كيف حج النبي وخطبة حجة الوداع شاملة ومانعة وجامعة وغنبقوا إلى حدود بعد العصر هنا قد تكون الوقفة عند سفران الشمس نوقف الوقفة فساعتين ثلاث ساعات ندعو الله تعالى نرفع أي دنيا السماء وقد دعاء والابتعال حتى نوصل غروب الشمس ثم نندفع إلى مزدلفة ولما نحط الرحال في مزدلفة نبقى النظام بعد كورونا الحمد لله صبوا صبوا الزرابي صبوا دورة المياه صبوا الأشجار صبوا الخير مبقاش المشقة الحجاج دي الدباء هما أحسن حجاج عبر التاريخ كل شي مصوب يعني الراحة والطمأنينة والرفاهية غنجمعوا واحدة الحجارة جابوا آلاتكي قصة الحجارة كنا من قبل كم قلون هرسوا في الحجار دبا الآن جابوا واحدة لآلاتكي هرسوا الحجارة كنتلقوا موجودين غنجمع الحجارة سبعين حصات غنجمعها تقريبا معايا نجمعها معايا في مزدلفة نصليوا المغرب والعشاء جمعة تأخير نبقوا احتل الفجر ومن أراد أن يذهب بعد منتصف الليل العجزة وكبار السن لهم ذلك وغنمشيوا بعد الفجر إلى مينا مرة ثانية هدكي يوم النحر يوم عشرات الحجة فيه أعمال دين الحج فيه أولا رمي الجمرات وفيه ثانيا نحر الهدي وفيه ثلاثا ثلاثا الحلق وفيه رابعا طواف الإفاضة فإحنا غنمشي نديره في الأول رمي الجمرات غنخليه الصغرى ونخليه الوسطى وغنمشيه الكبرى وغد نرميه الجمرات الكبرى ثم هنرزعوا نحلقوا الشعر دينا اللي بغي يأدي طواف الإفاضة يخصي يخرج من مينا ويرجع المكة المكرمة صعيبة عشر كم اللي كان مع الزوجة ديالو أو مع شها أصدقاء ديالو قادر يمشي اللي ما كان مع المجموعة يتسنى حتى يتجمع المجموعة كلهم ويسالوا يمينا ويسافروا مرة تانية إلى مكة لنا الشاحنة ما عندوش حق يدخلوا يخرجوا الشاحنة عادك ساعة دي طواف الإفاضة طواف الإفاضة هو الرقل الأساسي من أركل الحج كيكون يوم النحر كيبدأ وكيبقى طيلة شعر دي الحجة نرلي أدتها مزيان ملي كان حلقوا الشعر دينا كان حيدوا الإحرام كيتسمى التحلل الأصغر يجوز لك كل شيء إلا زوجتك وغنبقى يوم النحر في ذكر الله وفي الصلاة على رسول الله ونشمع مع الدروس الإيمانية والربانية ثم غنبقى عدنا أيام التشريق 11 12 13 ممكن ديره غير يومين فمن تعجن في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه منطقة كله غير يومين غنبشي نرجمه بعد الظهر نرجمه إن شاء الله تعالى الجامرة الصغرى والجامرة الوسطى والجامرة الكبرى نحييها بسبع حصايات ثم بعد ذلك اليوم الثاني عشر نفعل نفس الشيء يوم الثلاثة عشر بالخيار من أراد أن يمكت هناك فليبقى ومن أراد أن يغادر في مساء يوم الثاني عشر يرحل إلى مكة المكرمة من يوصلوا لمكة المكرمة لما أدوش طواف الإفادة حتى نسترحوا يومين ثلاثة يام لا عندنا الوقت ونأخذوا النفس ونجمعوا بعضياتنا ونأعونوا نأدوه الطواف الطواف الأول كان دير العمرة السائل الأول كان دير العمرة دابا الآن طواف دير الحج وغندروا سبعة الأشواط عند الكعبة المشرفة بدآن من الحجر الأسود ثم نصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم نشرب من ماء زمزم ثم نسعى بين الصفا والمروى وانتهى الحج ما فيش حلق لأن الحلق حلقنا لما كنا في مينا يوم العيد يوم العاشر وغنطفوا بلا إحرام الإحرام حيدناه يوم العاشر من الحلقناه حيدنا الإحرام وديبقى وقت فارغ هذا الوقت الفارغ أتسوق فيه أتبضع نشري بعض الهدايا العائلة والأحباب إلى أن يأتي اليوم الموعود للرجوع يوم الرجوع غادي يجيو الحفيلة قلنا وجدوا ريوسكم وجدوا الحقائب ديالكم ما تفوتوش 46 كيلو كل حقبه في 23 23 وإلا هتلقى حاج في المطر نجمع الحقائب ديالنا وجدوا الفوسنا ومن البعض غندروا آخر شي هو طواف الودع طواف الودع آخر عهدك بالبيت غنشي الكعبة المشرفة متوضئا غنطف حول الكعبة سبعة أشواط وغنصني ركعتين عندما قام بإبراهيم الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا إن كثيرون ركعة الثانية بالفاتحة والإخلاص وغنكون سنية الحج طواف الودع وطواف الودع جميل بشر بعود رجعك البقعة المقدسة غتقل آية المأثورة إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كتقولها وانت كتشوف في الكعبة وخارج في حالك خارج من الحرم هدفها إن شاء الله بشارة بأن يربيعون ويردك لهذا المقام الشريف بدون تعب ولا مشقاء ولا إجراءات مشددة وترجع آمنا فنسأل الله تعالى أن يوفق جميع الحجاج لأداء هذه المناسك وأن نحافظ على الأخلاق الكريمة وعلى السلوك القويم على المغاربة عندهم سمعة طيبة في الحج طيبين مسالمين هادئين نسأل الله تعالى أن يجعل حجكم مبرورة وسعيكم مشكورة وذنبكم مغفورة وتجارتكم لن تبورا ولا تبخلوا بالدعاء في تلك البقعة المقدسة على إخوانكم في المغرب وندعو لأمير المؤمنين حافظه الله رآاه بالصحة والعافية والشفا وندعو للمسؤولين بأن يوفقهم الله تعالى ويغلبهم على الصعاب وندعو لأبناء المجتمع بالهداية والصلاح وندعو لجميع أبناء الشعب بالتضامن والتكافل وندعو الله تعالى أن يختم لنا بالحسنة بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله وأقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله